بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الإنسان وهو يخوض خضم هذه الحياة ربما يتقلب من غنى إلى فكر من صحة إلى مرض إلى غير ذلك ليعلم تماما أن الفاعل الحقيقي لكل هذه الأحوال هو الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتمزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سان ربما يزهق روحه لأجل فقر لأجل فشل في أمر ما لأجل أنه خطط لأمر ولم يتحقق فيزهق روحه وينهي حياته وربما يعتدي على الآخرين بقتل وسفك دماء وغير ذلك ما الحل ما الحل أمام هذه القضايا ما الحل في كل هذه القضايا الحل في الرضا أعلى مقامات الصالحين الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه ارضى بقضاء الله ارضى بعطاء الله ارضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك لسبب لسبب عظيم وهو أن الله هو الرزاق رزاق في كل الأمور والأحوال ليس رزقا ماديا فقط إن الله هو الرزاق ذو الكوة المتين هذا كلام الله سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ارضى بقضاء مولانا جل وعلا لك اعمل واجتهد وسلم أمرك لمولاك سلم أمرك للحكيم العالمي وأرح نفسك من جميع العالمي واعلم بأن الأمر ليس كما تشى بل ما يشاء الله أحكى محاكمه الذي قدر هو الله والذي أعطى هو الله فكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فهم الزكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي ثم لا تنظر إلى من هو أعلى منك انظر إلى من هو أسفل منك كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم هناك تشعر بنعمة الله جل وعلا تشعر بأنك تتقلب في نعمة بل نعم الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومولانا جل وعلا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ويقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم هكذا حين نعيش بهذا الرضا حين ننظر إلى من هو أقل منه ستشعر فعلا بنعمة الله جل وعلا عليك لن نصل أبدا إلى هذه الحالة من اليأس من الإحباط من الاكتئاب كل هذه الحالات التي لا تصاحب مؤمناً أبداً لأن المؤمن يتقلب في السكينة في الطمأنينة بذكره مولاه سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها والصالحون يقولون وفي المنع عين العطاء فارضى بعطاء الله وارضى بمنع الله لأن الذي يعلم الحكمة من وراء كل هذا هو الله فاللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبادك الراضين القانعين بعطائك يا الله الراضين بما قسمته لهم يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله